اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما اخبار مساعدتك لأولادك عنوان الدرس اليوم مساعدة الاهل ولا تنسوا ايها الاخوة اننا الان في درس دين والمسلم في كل حركة وسكنة يستطيع ان يتقرب الى الله تعالى ونحن المسلمين صحيح عندنا عبادات شعائرية صلاة وصوم وزكاة وحج لكن عندنا عبادات تعاملية منها مساعدة الاهل منها رعاية الجار منها النفق على الزوج والاولاد منها قضاء حاجات الناس منها بر الوالدين ونحن نقول كل يوم في صلاتنا اذا توجهنا الى ربنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين بعدين انت تقول ان صلاتي ونسوكي يعني سائر عباداتي ومحيايا ومماتي لله يا رب انا عيشتي كلها لك يا رب انا كل حركاتي وكل سكناتي ساجعلها مطبوطة باوامرك ونواهيك هكذا تكون عيشتي لله هكذا يكون محيايا لله تعالى من جملة مفردات الحياة حاجة الاهل الى المساعدة والحديث اليوم عن مساعدة الاهل الانسان العظيم ايها الاخوة هو الذي يحسن الى الناس عامة ويحسن الى اهله خاصة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي صلى الله على سيدنا محمد ونحن هنا بحاجة الى ان نسأل اهلك عنك سامحني انا وياق قد نكون خارج البيت ممتازين وجيدين وصالحين ومؤمنين وخدومين لكن نريد ان نسأل اهل بيتك لان الانسان من الممكن عفوا ان يتصنع خارج البيت شيئا لكن لا يستطيع ان يحمن معه هذا التصنع الى داخل البيت فخير واحد فينا من قالت عنه زوجته من قال عنها زوجها من قال عنها اولادها من قال عنه والداه انه من خير الناس او خير الناس خيركم خيركم لأهله وانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله اعلم ايها الاخ انك خارج بيتك كبير وانك خارج بيتك طبيب وانك خارج بيتك شيخ وانك خارج بيتك عالم وانك خارج بيتك مهندس وانك خارج بيتك مسؤول وانك خارج بيتك صناعي ماهر لكنك داخل البيت زوج فلا تحمل مهنتك معك لتدخلها إلى البيت سامحني مرات واحد يكون خارج البيت هو طبيب والناس تسلم عليه وتحترمه وتتكلم معه على أساس أنه طبيب إذا دخل إلى البيت وتكلم معه أهل بيته شيئا يغضب ألا تعرفون حقي أنت خارج البيت لك هذه المهنة وهذه الرتبة الاجتماعية أما أنت داخل البيت أنت مقدر ومحترم لكنك زوج فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وأعظم خلق الله كان إذا دخل إلى بيته يباسط أهله ويلاطفهم ويمازحهم ويعينهم في شؤون البيت صلى الله على سيدنا محمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان عشاء الله يلاطفهن في مثل بالشام بيقول فلان بيفوت وزير وبيطلع أمير إشارة إلى زوج غير محبوب وغير مرغوب وغير مرضي عليه لأنه يدخل آميرا ناهيا ويخرج آميرا ناهيا وأذكر مرة أن واحد من الشباب جاء إلي ليقول يا أستاذ والدي صعب جدا إذا دخل إلى البيت هربنا إلى غرفنا جميعا فلا يخرج أحد من غرفته إلا بشقة الأنفس طيب ما معقول كمان هذا الزوج هذا حال ومناك من قال لي إن زوجة جاره في كل حينين تفتح شباك منزلها وتصرخ في الطريق غاضبة على زوجها حتى إن زوجها يتدخل عليها مشان الله استرينا مشان الله ما تشلئ علينا الجيران وهي بتفتح الشباك وتصرخ من أجل أن تسير إلى زوجها خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فلا هذه الزوجة كم لا إيمانها ولا هذا الزوج كم لا إيمانها النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان وعن الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته يعني الصحابي الله يرطى عنهم والتابعون الله يرطى عنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ويرونه في المسجد ويرونه في السوق ويرونه في مجالس العلم ويرونه في محافل الجهاد ويرونه في الصلاة ويرونهم قدوة لهم خارج البيت لكن كانوا يأتون يأتون إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم يقولون حدثونا ماذا كان في بيته نحن نراه خارج البيت بهذه الرتبة العالية فكيف هو داخل البيت سامح لي شو رأيك نجي نسأل أهلك عنك وشو رأيك نجي نسأل أهلك عنك أنت من أهل القرآن هذا أمر جيد لكن نريد أن نسأل والدتك ما أخبارك أنت من أهل الصلاح بيننا هذا شيء جيد لكن نريد أن نسأل والدك كيف أنت داخل البيت أرسلت لي أم مرة أيها الإخوة تقول إن ابني يقرأ القرآن ويحضر في المساجد ويعلم بعض الطلاب في مسجد من المساجد القرآن الكريم لكن ابني داخل البيت غير جيد أبدا يؤذيني بكلامه وبمواقفه ولا يعينني في البيت أرجوك ماذا أفعل معه يا شباب معقول أنت تكون هذه حالك والنبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يا بنات معقول يكون هذا حال واحدة منكم طبعا هذا الكلام يعني موجود هو الحمد لله ليس بكثرة لكنه موجود بس يا أخوان تعالوا نصحح أنفسنا لنكون جميعا مع أهلنا من خيرة الناس يمدحنا أهلنا ويمدحنا غير أهلنا تقربا إلى الله تعالى الأسود ابن يزيد يسأل السيدة عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وفي رواية إذا سمع الأذان خرج كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله ما معنى في مهنة أهله؟ يعني يساعد أهله يعني إذا كانوا جالسين يعدون طعاما وقف معهم وساعدهم طعاما طبعا ليس الأمر دائما بس هذا موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كانوا يشتغلون في ترتيبات في البيت يساعدهم في ترتيبات البيت وهلأ هون يا أخوان في شغلة هذا الحديث تحفظونه وتعرفونه وتسمعونه مرارا بس في مسألة والله جديرة بأن نتوقف عندها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته؟ بيته قديش حجمه؟ يعني هل بيته شي خمس غرار ومنتفعاتها؟ هل بيته مساحته شي 200 متر؟ 300 متر؟ 500 متر؟ حتى يساعد أهله؟ كم كانت مساحته هذا البيت؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حجرات في مؤخرة المسجد وكل زوجة من زوجاتها حجرة والحجرة صغيرة عشرة أذرع يعني ما بتطلع لها 5-6 متر في كم ذراع في العرض يعني كلها كلها شغلة 10 متر 15 متر طيب بالله عليك حجرة صغيرة 15 متر هل تحتاج؟ يعني إذا بدك تنظفها وترتبها وتجاهزها وتجملها وتكملها بدك ساعتين زمان وصل الله على سيدنا محمى يعني أما كانت السيدة عائشة تكفي وحدها أن ترتب هذه الحجرة وهذا البيت؟ فلماذا يعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليست المسألة مسألة أعمال كثيرة وواجبات مهمة لكن المسألة مسألة معاونة روحية ونفسية واجتماعية لمن هو معك في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده مع يدها من أجل أن يعني يشعرها بالرحمة ومن أجل أن يشعرها بالحنان ومن أجل أن يشعرها بأننا جميعا في كل مشروع من مشاريع هذه الحياة والله أعلم الآن في مسألة أيها الإخوة تريدوا في كتب الفقه وإني الآن أطرحها لأنني أسمع أحيانا بعض من يسأل عنها هل يجب على الزوجة خدمة زوجها في المنزل؟ الطبخ وترتيبات البيت وما شابه هل يجب على الزوجة أن تفعل هذه الأشياء؟ الجواب خلاصة المسألة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا فإذا كانت المرأة في بيت أهلها تخدم أهلها وبيتها فإنها في بيت زوجها يجب عليها أن تخدم وترعى بيت زوجها وإذا كانت في بيت أهلها تخدم ولا تخدم فإنها إذا انتقلت إلى بيت زوجها لا يجب عليها أن تخدم وإنما يجب لها أن تخدم عقد الزواج هو عقد على ألفة ومحبة وبناء أسر جديدة الأصل فيه أن يدخل فيه التراحم والتعاون والإحسان كل طرف لطرف الآخر فالمرأة تخدم زوجها لسنا لأننا في محكمة وهذا فرد وهذا غير فرد وهذا يجب علي وهذا يجب عليك والزوج ينفق على زوجته ويحسن إليها في النفقة ليس على سبيل الحقوق والواجبات نحن في محاكم هذا لك وهذا عليك وهذا يكفيك وهذا لا يكفيك وإنما يحسن كل مننا إلى زوجته وتحسن كل مننا إلى زوجها هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في المنزل؟ الجواب إذا كانت في بيت أهلها تخدم فهي في بيت زوجها تخدم وإذا كانت في بيت أهلها لا تخدم فهي في بيت زوجها لا تخدم ويجب عليه أن يهيئ لها خادما ليخدم داخل البيت يعني خادما إلا إذا كانت هي تبرعت أو هو تبرع إن الأعمال اليسيرة أيها الإخوة في المنزل كترتيب الفراش أو التخلص من القمامة أو مسح بعض الأتربة أو رعاية الأطفال تصل إلى قلب الزوجة مشفوعة بمذكرة تفسيرية تضج بمعاني الحب والمودة والرحمة وتشعر الزوجة بالدنوب القريب إلى زوجها والامتزاج الروحي والعاطفي كون الرجل في مهنة أهله وأي عمل وعلى أي صفة يكون رسالة الحياة تقول لها هويتنا جميعا كما هي حياتنا جميعا وإن معاني الالتحام الزوجي تنسجها هذه اللمسات المعبرة فيكبر في عين زوجته بقدر تواضعه ويعظم في نفسها بقدر بساطته سيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها كانت تشتغل مع زوجها سيدنا علي داخل البيت كانت ترتب البيت وهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة تذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة أربعة مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلة وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت ستنا فاطمة تخدم في بيت زوجها إلى أن مجلت كفاها كانت تصنع القمح تطحنه يبدو بأن الطحن كان على القديم في رحة يعني عبارة عن حجرين حجر أعلى وحجر أسفل وتحرك هذه الرحة التي في الأعلى من كثرة طبعا والحجر ثقيل من كثرة هذا التحريك خرجت فقاعات في يدها مجلت كفاها جاءت إلى سيدنا علي وسيدنا علي كان وضعه بسيطا فقيرا قالت يا علي أصابني ما أصابني قال لو سألت أباك خادما اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اطلبي لو يأتينا بمن تخدم عندنا يعني تساعدك في هذه الخدمة هذه القصة الآن ستسمعون نهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدل لكم على خير من الخادم وسيدنا علي يساعدها قال أدل لكم أنتما لتنان على خير من الخادم لكن اللافت يا أيها الإخوة أو ما أريد أن أقف عنده أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها فلا حرج قال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكم من خادم ومرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت ابنته فاطمة فوجد علي وفاطمة يطحنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أتعب قال علي فاطمة يا رسول الله قال لها قم يا بني وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطحن مع علي مساعدة الأهل سيدنا موسى عليه السلام تكلم عنه القرآن وكيف كان يساعد أهله قال الله تعالى في سورة طه إذ رأى نارا يعني سيدنا موسى فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بروح بيخدم أهله بروح بيجيب حطب بروح بيجيب إضاءة بروح بيساعد في حاجيات البيت هل هذا تنقيص في مقام النبوة أبدا وإنما الكمال أن تكون في مساعدة أهلك ستنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أسماء ردوان الله تعالى عليها تتذكروا هي ذات النطاقين هي مرأة قوية وذكية وغنية ستنا أسماء بنت أبو بكر سيدنا أبو بكر رجل ثري تتذكروا كم أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم أنفق على شراء عبيد وحررهم في سبيل الله تعالى وأبو بكر وجيه جدا كان نسابة العرب شو معنات نسابة العرب؟ يعني ما في عيلة بالعرب إلا بيعرفها وبيعرف من رجالاته وبيعرف من أعمال رجالاته وبيعرف من مكانتهم الاجتماعية فهي بنت ثري وبنت وجيه وهي ذكية وقوية تقول أسماء تزوجني الزبير سيدنا الزبير ابن العوام تزوج ست أسماء وكان فقيرا ما في حرج ما في حرج هي بنت غني وتزوجها رجل فقير تقول ست أسماء رضي الله تعالى عنها وما له شيء غير فرسه فكنت أسوسه وأعليفه وأدق لناضحه النوى وأستقي وأعجن وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي الله أكبر بنت الغني وبنت الثري وبنت الوجيه في بيتي زوجها قالت ترى ما كان عنده غير فرس هو عنده أعمال كنت أنا دير باري حتى على الفرس وأنا كنت أعجن وأنا كنت أكنيس وأنا كنت أجمع العلاف أجمع نوة تمر شأن هذا الفرس يأكلها وحط النوى على راسي وأمشي الله يرضى عن كل إمرأة تخدم زوجها الله يرضى عن كل زوج يخدم زوجته الله يرضى عن كل إمرأة تساعد زوجها الله يرضى عن كل زوج يساعد إمرأتهم والله يرضى عن كل وفي من زوج وزوجه مع ما خدمته زوجته ومع ما خدمها زوجها قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الزوجة فضلت على زوجها والزوج فضل على زوجته فستن أسماء وهي من هي رفعة ومكانة ومنزلة زوجها فقير كانت تساعد زوجها في الحديث عن مساعدة الأهل لما وجد من عنائها قال لها لو أن أباك يستطيع أن يساعدنا بإرسال خادم فأرسلت إلى أبي بكر بعد ذلك أن يرسل لها خادما قال فأرسل أبو بكر إلي بخادم يكفيني سياسة الفرس تقول أسماء فكأنما أعتقني يعني كأنه أنا كنت عبدة واعتقت بها الشغلة الحمد لله ارتحت من رعاية هذا الفرس أو خدمة هذا الفرس ما أريد أن أقوله من هذه القصة أيها الأخوة وهذه القصص أن مسألة مساعدة الأهل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها هذا رفعة وهذا يزيد الوئام ويزيد الود بين الزوجين كان بعض السلف يقول والله إني لا أتقرب إلى الله تعالى بإخراج القمائم من بيتي لأن النية تجعل العادة عبادة قال العراقي في طرح التثريب قال القفال وغيره في مسألة خدمة الرجل زوجته قال له ذلك فيما لا يستحيا منه كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت والطبخ قال المهلب هذا من فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع ليسن لأمته ذلك فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته فيما يحتاج إليه من أمر دنياه وما يعينه على دينه قال السندي إن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين قال الإمام أحمد أقامت معي أم صالح ثلاثين سنة الإمام أحمد أبو صالح من أسمائه زوجته أم صالح قال أقامت معي أم صالح ثلاثين سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة روى الإمام ابن أبي الدنيا إلى العرباض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سق امرأته الماء أجر قال العرباض فسقيت امرأتي ماء ثم أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر كتب التراجم أن رجلا جاء إلى سيدنا عمر يريد أن يشتكي هذا الرجل على زوجته فلما وصل على باب أمير المؤمنين عمر وعمر وما أدراك من عمر سمع صوت زوجة عمر عاليا على سيدنا عمر فانصرف قال كيف أنا أبدأ أشكيله ومرتي شوف مرته شو عم تساوي فانصرف قال فخرج عمر فرآه فقال تعال ما حالك قال الأمر كيت وكيت وكيت قال سيدنا عمر يا رجل إنما تحملتها لحقوق لها علي إنها طباخة لطعامي خبازة لخبزي غسالة لثيابي رضاعة لولدي ويسكن قلبي بها عن الحرام فأنا أتحملها لذلك فقال الرجل يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي نفس الشيء قال والله بتشغل نفس الشغل قال فتحملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة على كل إننا نبدأ نحمل بعضنا البعض ومعننا مخلدين في هذه الأرض يعني أعمار أمتي الله يطيل بأعماركم جميعا بين الستين والسبعين مهما يكون من أمر يا أيها الإخوة إن رعاية الأهل ومساعدة الأهل ومباسطة الأهل وممازحة الأهل ورعاية الأهل هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومساعدة الأهل عمل تستطيع أن تعمله في رمضان وبعد رمضان تنوي به تقربا إلى الله فتؤجر نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب كل زوجين وأن يجعلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة